بعد الإدانات الدولية والأممية للتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في عام 2022 والتحذيرات والتخوفات من سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة برئاسة بن يمين نتنياهو طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في لاهاي اعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين للأمم المتحدة تم التصويت عليه بأغلبية 87 دولة وفي المقابل صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عن التصويت يأتي هذا التصويت والطلب بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تعهدت بتسريع السياسات الاستعمارية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني نحن على ثقة بأن من يؤمن بالقانون الدولي والسلام سيؤيد فتوى محكمة العدل الدولية عندما تصدره للوقوف في وجه هذه الحكومة الإسرائيلية الآن لضمان سيادة الحرية والعدالة والسلام الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطاني والضم بالإضافة إلى الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة إضافة إلى تأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير كما طلب قرار الأمم المتحدة من المحكمة الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة وكانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل وفلسطين في عام 2004 عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني ورفضت إسرائيل هذا الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية اشتركوا في القناة